سيد شبيب إذن توجد في الساحة عدة برامج ومسبقات شعرية ما المختلف الذي جاءت به مثايل؟ بدايةً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدايةً لا يسعني في هذا المنبر إلا أن أتقدم بالشكر لكم أولا التلفزيون العربي لتاحة الفرصة للحديث عن هذه المسابقة السامية اللي هي مسابقة مثايل طبعاً مسابقة مثايل تنبثق من رؤية وزارة الثقافة اللي تقوم على القيم وعلى الأخلاق وعلى المبادئ الحسنة وعلى الأخلاق النبيلة اللي تمتع بها يعني تتمتع بها جميع البشرية وطوائف الإنسانية جاءت فكرة بمسابقة مثايل أن الشعر طبعاً الشعر يعتبره الآلة الإعلامية يعني حتى قبل ما قبل القنوات ما قبل التلفزيونات كان الشعر هو الآلة الإعلامية للبشر للتخاطب للتعبير عن مشاعرهم كانوا يقولون تسير بهالركبان نحن وجدنا امتداد للشعر من عصر الجاهلية مروراً بالعصر الإسلامي إلى أن وصلنا إلى عصرنا هذا فكان الإنسان قديماً يعني يسمحون لي بس تطرد شوي في الحديث عن الشعر لا مهم جداً لتضعنا في الصورة الله يسلمك فكان التخاطب سابقاً بالشعر كان التخاطب بين البشر بالشعر للتعبير عن المشاعر سواء كانت مشاعر نصف أو كانت مشاعر حماس وشجاعة يؤكد على لاصية اللغة بالضبط سواء كانت مشاعر جياشة من مشاعر حب من مشاعر قرام من مشاعر رتاء كانت تخاطب بها بالشعر فالشعر هذا رسخ المبادئ والقيم العليا بين البشر يعني من نجد عنتر بن شداد شي يقول وهو طبعاً الفارس الشهير ما قبل الإسلام يعني نحن الآن في معزل عن خلق الإسلام كان يقول وأقضوا طرفي إذا بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها هذه أخلاق العربي أخلاق العربي كانت فيه قيم مثلها كذلك السموأل اللي استودع عندها مرء القيس الدروع والسيوف وكذا فوضوه في حصنه الأبلق فوضوه أن يقتلون ابنه وكانوا رهطه قليل جماعته ما قبل أنه يخون الأمانة هنا نقف عند قيمة الوفاء اللي عكسها الخيانة وقفه وقوف مشرف وقتلوا ولده يوم يقول تعيرنا أن قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل إذا أخمدت نار لنا وما أخمدت نار لنا دون طارق ولا ذمنا في النازلين نزيلوا إذا سيد مننا خلاقام سيد ققول لما قال الرجال فعولوا هذا خلق الشعر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر